حبايبي اهلا وسهلا بكم في قناتي واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشي النهاردة هنعمل مع بعض الفستان الجميل ده والحقيقة الفستان بكل تفاصيله هتمفع تتعامل للبنات الصغيرة والاطفال وتتعامل كمان للقبار وعشان طول الفيديو فانا هقسم الفيديو لمقطعين هنعمل الاول صدر الفستان وبعدين هنعمل مع بعض الجزء السفلي من الفستان عشان ما يبقاش الفيديو عليكم طويل هنستخدم مع بعض خيوط صيفي نعمله صيفي لانه الصيف على الابواب كل سنة وانتو طيبين ولو حبت تعمليه بكم وتعمليه شتوي عايدي خالص هو نفس الموديل ممكن نعمله شتوي فالنهارده ان شاء الله في الجزء الاول من الفستان هنعمل صدر الفستان بس وان شاء الله هنفهمه مع بعض بطريقة سهلة وجميلة وكلنا هنعرف نعمله لانه هو غرزة بسيطة وشكله هيشجعك ان حضرتك تعمليه تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمله احنا عايزين نعمل مع بعض فستان بسدر مربع وعايزين نشوف ازاي السدر المربع ده نعمله لأي سن والأي مقاس بقعدة واحدة بحيث ان انا مععدش ادور يا ترى للسن ده عمل ابتدي كم غرزة طب السن الاكبر كم غرزة طب السن الاصغر كم غرزة لأ احنا عايزين نعمل بطريقة واحدة بحيث لأي سن والأي مقاس والأي حجم انا ممكن اعمل السدر المربع والسدر المربع في الفستان والبلوزات الكروشيه بيبقى ليه نتيجة حلوة قوي قوي في الشغل طيب اول حاجة عشان اعمل السدر المربع يلزمني عدد الغرز اللي هبتدي بيها يقبل الاسم على الاربع لازم يكون بيقبل الاسم على الاربع طيب عرفت انه لازم يقبل عدد الاسم على الاربع طيب عدد الغرز بقى يبقى قد ايه عشان اقسمه على الاربع يبقى بيساوي دوران الراس مريح يعني لو قفلت عدد الغرز وعملتهم حلقة وفوتهم من راسي او من راسي البنت اللي هعمل لها الفستان سواء طفلة صغيرة او شابة كبيرة لازم يدخل مريح طيب انا هبتدي نموذك صغير فهبتدي عدد من الغرز اتنين وخمسين غرزة طيب اتنين وخمسين غرزة هل يقبل الاسم على الاربع فعلا يقبل الاسم على الاربع حيساوي كام؟ هيساوي تلاتتاشر يبقى اخترت عدد من الغرز اتنين وخمسين ده انا باختراع شوائي على فكرة على اساس بس نشوف القاعدة اللي هنشتغل بيها يبقى عدد الغرز اتنين وخمسين هيقبل الاسم على الاربع يديني تلاتتاشر طيب لو انا رسمت المربع وزي ما احنا عارفين المربع متساوي الاضلع فيبقى كل ضلع من الاضلع دي بيساوي تلاتتاشر الضلع السليم خالص ده اسمه الامام يبقى الامام هيبقى تلاتتاشر غرزة الضلع اللي هنا ده اسمه الكتف والضلع اللقصاده اسمه الكتف يبقى كل كتف هياخد تلاتتاشر غرزة وهنيجي للخلف الخلف انا عملاه له فتحة هعمل فيها عراوي وزراير وهعمل فيها مرض عشان يبقى سهل الدخول والخروج من الراس بتاعة الطفلة او الشابة او انا اللي هلبس الفستين ده طيب التلاتتاشر هقسمهم ازاي؟ التلاتتاشر عدد فردي مايتقسمش بالتساوي فانا الخلف ده هتغاض عن غرزة واعتبر ان الخلف بيساوي 12 بس في الحالة دي هخلي الخلف لان انا الخلف هعوضه بعد كده بمرض فاعتبر ان الخلف ده 12 غرزة فحيبقى جزء بيساوي 6 وجزء تاني بيساوي 6 اي عدد بقى من الغرز هقسمه بنفس الطريقة دي 64 يقبل الاسمة على 4 هيبقى فيها ال 16 ده هيبقى 16 16 16 وهنا مش هنقص واحد ولا حاجة لانه زوجي فهيبقى 8 وتمانية وهكذا اي عدد من الغرز يقبل الاسمة على 4 طب لو طلع عدد فردي يبقى الكتف الامامي والكتف احد بالكتفين والكتف التاني والامام هياخدوا العدد الفردي عادي زي ما هو لكن الخلف بشيل منها غرزة عشان الباقي يبقى عدد زوجي يقبل الاسمة على 2 ويبقى كل جزء بياخد جزء متسامي طيب في الحالة العادية خالص لما نبقى ما بنعرفش قوي نشتغل كروشي باجي على كل ركنة ما لازم عندي اركان فانا عندي اربع اركان هنا في الاربع اركان دول بزود غرزة يبقى بزود اربع غرز في الاربع اركان ويبقى ال52 هيبقى زائد اربع ده الحالة العادية السهلة اوي اوي البسيطة اوي اوي يبقى ال52 دول او اي عدد من السلاسل اخترناهم هنزود عليهم اربع غرز غرزة في كل ركن عشان دي اللي هتعمل لي الزاوية زي ما هنشوف الشغل بس انا الحقيقة عايزة يعني اطلع كده طلعة جريئة واعمل غرزة حلوة في الاركان ما انا مش هشتغل فستان وخلاص انا عايزة فستان رقيق وعايزة فستان شيك فانا هعمل غرزة في الاربع اركان الغرزة اللي انا هعملها في كل ركنة هتاخد مني خمس غرز يبقى انا هضيف خمس غرز هنا واضيف خمسة هنا واضيف خمسة في الركن ده واضيف خمسة في الركن ده يبقى أنا زودت كم غرزة زودت عشرين يبقى أنا مختارة عدد اتنين وخمسين زائد عشرين غرزة يبقى أنا هعمل اتنين وسبعين غرزة يبقى العشرين غرزة دول أنا مختاراهم للزوايا أو للأركان ليه؟ عشان أنا مش حابة أعمل معاكو غرزة تبقى يعني على طول الناس كلها بتعملها أنا عايزة أعمل معاكو غرزة حلوة تعودت معاكو بجيبلكو حاجة تبقى تكون رائيئة وبسيطة صحيح بس تبقى رائيئة ومش مكررة كتير معلش يستحملوني وهتلاقوا وأنا أسمع على فكرة الفستانة على جزئين فمش هتتعابوا معي هو جزء الأولاني نعرف منه السدر المربع عملنا ازاي وبعدين الجزء التاني هنكمل فيه الفستان يبقى أنا زودت عشرين العشرين دول زيادة ليه؟ العشرين دول عشان الأركان الأربعة بتاعة المربع السدر المربع فاهمين معايا الفكرة؟ يبقى العشرين ده دي إضافية إضافية ليه؟ عشان الغرزة الجديدة أو الغرزة الحلوة أو البسيطة اللي أنا هعملها ما بنعرفش نشتغل هتبقى غرزة واحدة بس لكن الحقيقة أنتوا هتشتغلوا معايا بإذن الله الغرزة الجديدة دي عرفنا التقسيمة هتبقى إزاي؟ تعالوا نشتغل مع بعض السلسلة فأنا هبتجي اتنين وخمسين ومعاهم عشرين غرزة بيبقى أنا هبتجي اتنين وسبعين غرزة أنا هبتجي السدر بالخيط ده الفاتح وبعدين هحط عليه لون تاني للجزء التاني من الفستان بس الحقيقة الخيط ده رفيع قوي قوي فأنا هشتغل وضبل على أساس بس تبقى الغرزة بيننا لحضراتكم في الفيديو لكن ممكن حضراتك تشتغلي بأي خيط يعجبك ده خيط سيفي ممكن حضراتك تشتغلي بخيط شتوي بخيط سميك بخيط رفيع المهم في الآخر إن السلسلة اللي بنعملها تبقى على قد دوران الراس ده كان خيط مستورد يعني فيه لمسة حلوة قوي ناعم وكمان فيه لمعة حلوة بس أنا هعمله مع حضراتكم بالضبل هتلتين مع بعض ناقلنا هنعمل اتنين وسبعين غرزة وعشان الخيط أنا عملت ضبل فأنا هشتغل بإبرة رقم تلاتة فبعمل غرزة البداية الأول وبعدين هتجي أشتغل اتنين وسبعين غرزة سلسلة تلاتة 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 هشتغل السلسلة وارجعلكم لو رجعنا للتقسيمة تاني أنا عايزة أخد للخلف ستة هتجي بيهم فأنا هتجي من ستة تول ثم خمسة للركنة ثم خمسة للامام ثم خمسة للركنة ثم البدء الدهج ثم ستة للجزء التاني من الخلف إنتقوس أول شيء tratت النظار الستة قبل الماركر يعني أنا حطيت الماركر بعد الستة أدي الستة وبعدين فيه خمسة للركنة الخمسة هم أنا محددة الخمسة وبعدين فيه تلاتاشر للكتف فيه تلاتاشر للكتف وبعدين فيه خمسة للركنة فيه خمسة للركنة أهم وبعدين فيه تلاتاشر للأمام أدي تلاتاشر للأمام أهم وبعدين فيه خمسة للركنة دي أدي خمسة للركنة دي وبعين فيه تلاتاشر للكتف التاني فيه تلاتاشر للكتف التاني وبعين فيه خمسة للركنة دي أدي الخمسة أهو وبعين فيه ستة اللي هو الجزء الأخير بتاع الخلف فهمين معايا؟ لو فهمنا الفكرة دي هنعمل فستان لأي حد وهنعمل صدر مربع لأي جسم لأي مقاس لأي حجم مرة تاني هنعملها مرة تانية سأوريها لكم أول حاجة عملت الستة بتوع الجزء الفتحة الأولانية بتاعت الخلف وحطيت ماركر الماركر ده بعد الستة ما خلصته وبعدين فيه خمس غرز بتاعت الركنة دي أهم حددتهم بالماركر وبعين فيه تلاتاشر بتوع الكتف أدي تلاتاشر أهم وفيه خمسة بتاعت الركنة التانية وفيه تلاتاشر بتاعت الأمام تلاتاشر أهي وبعين فيه خمسة بتاعت الركنة التانية اللي أنا محدداهم بالاتنين ماركر وبعين فيه تلاتاشر بتاعت الكتف التاني أهي تلاتاشر أهي وبعين فيه خمسة بتاعت الزاوية الأخيرة أهي محدداها بالزاوية وبعين فيه ستة بتاعت الجزء التاني من الخلف خلف طيب انا عايزة ابتدي السطر من هنا وابتدي بغرزتين ارتفع بيهم هل الغرزتين دول مؤثرين معايا في العدد كل اللي هما الاتنين وخمسين زائد عشرين لا الاتنين دول اللي انا برتفع بيهم دول بداية سطر جديد بيمثله عمود فهمين معايا يعني اي غرز انا ببتديها في السطر الجديد اللي هو التاني على طول مش هيبقى محسوبين من الاتنين وخمسين طيب انا دلوقتي عملت السلسلة السلسلة لو قفلتها انا طبعا مش هقفلها لان انا عاملت داري مفتوح طيب السلسلة اهي مفروض ان الحلقة دي والدايرة دي تدخل من راس الطفل او من راس الشخص اللي انا عاملاله السدر المربع او الفستان يعني لازم تكون تقدر تدخل منه سواء بقى انا عملت السدر المربع مقفول يعني مقفول من ورا او مفتوح طيب السدر المربع ده انا عايزاه قافل على الرقبة قوي ولا نازل تحت الرقبة شوية ده بيحدده اتساع الدايرة دي اللي انا هعملها عايزاه مخنوق على الرقبة يدهو بينزل من الراس مريح يبقى بعمله عدد الغرز على القد طب عايزاه اوسع يبقى باين جزء من الرقبة في ناس بتتخنق لو كان سدر الفستان او البلوزة يبقوا مخنوقين قوي على الرقبة ممكن اوسع شوية وانزله شوية يبقى في ايدي انا بوسع بالطريقة اللي تعجبني وتريحني في اللبس في السلسلة انا طولت عليكم في الشرح انا همني اوي توصل المعلومة لان بعد كده كله شغل عادي لكن اهم حاجة ازاي انا هبتدي طيب انا دلوقتي هبتدي السطر الاولاني وزي ما قلتلكم انا هرتفع اتنين سلسلة عشان السطر الجديد فحمسك على الغرزة اللي انا موجودة فيها انا هعمل عمود من لفة واحدة فانا هعمل تلاتة سلسلة مش سلسلة واحدة فهحط اصباعي على اول سلسلة كده وبعدين اعمل واحد اتنين تلاتة عشان انا هعمل عمود بلفة فعملت تلاتة سلسلة وبعدين هلف لفة والغرزة اللي تحت صباعي اللي هي الغرزة هتبقى بالنسبة لي رقم اربعة دلوقتي هعمل فيها عمود وبعدين هعمل العمود اللي بعده اربعة تا كده العمود رقم اربعة العمود رقم خمسة يبقى انا عملت ستة عمود بالطريقة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد ما عملت الست غرز الاولانيين في خمسة هنا بتوع الركنة هسيب الغرزة الاولى والغرزة التانية الغرزة الاولى والغرزة التانية وادخل في الغرزة رقم تلاتة واعمل عمود اتنين في نفس الغرزة عمود تاني يعني في نفس الغرزة وبعدين اعمل اتنين سلسلة وبعدين في نفس الغرزة هعمل عمود وعمود تاني يبقى انا عملت الصدفة من عمودين واثنين سلسلة وعمودين وبعدين هسيب غرزتين وابتدي في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود واشتغل الثلاثتاشر غرزة كلهم عمود فانا دلوقتي ممكن اشيل اللي اتنين ماركر دول اللي انا خلاص عدتهم كده عملت عمود هعد بقى اتنين في تاني غرزة على طول بشتغل تلاتة اربعة خمسة كده عملت احداشر اتناشر تلاتاشر يبقى دول الطلاتاشر اللي هما بتوع الكتف الاولان اشتغلت الستة بتوع الخلف نص أعملت زاوية من عبارة عن صدفة اتنين عمود واثنين سلسلة واثنين عمود كنت سايبة غرزتين في الأول water للغرزة لاخر واشتغلت في الغرزة الى في النص دول الخامسة اللي انا كنت إعملهم للزاوية وبدأين اشتغلت � Call عمود للكتف جينا على الخمسة بتوع الزاوية الثانية هامل عمود هسيب غرزة والتانية وفي الغرزة رقم ثلاثة هامل عمود زي الزاوية الاولانية واحد وفي نفس الزاوية في نفس الغرزة هامل العمود الثاني وبعدين اتنين سلسلة وبعدين عمود في نفس الغرزة وبعدين عمود تاني في نفس الغرزة يبقى في نفس الغرزة انا عملت اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود اللي هي صدفة وبعدين هسيب اتنين غرزة وفي الغرزة اللي بعدها هبتجي اعمل عمود هشيل بقى ده هعمل عمود هسيب غرزة والتانية بعدين في التالتة اعمل عمود ويبقى انا كده عملت الزاوية رقم اتني ادي زاوية ويبقى ادي الكدف ويبقى ادي الزاوية التانية هشتغل الامام الامام عبارة عن 13 غرزة فانا اعملت واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة عشرة حداشر اتناشر 13 عملت كده 13 غرزة للامان طيب دول الخمسة بتوع الزاوية رقم 3 زي ما عملنا في الاتنين اللي قبلها هسيب غرزة والتانية وفي التالتة هدخل وهعمل عمود اتنين وبعدين اتنين سلسلة وبعدين في نفس الغرزة عمود اتنين ويبقى عملت الركنة او الزاوية رقم 3 هشيل المركر بتاعها عشان ما يضايقنيش في الشغل وفي التالتة هبتجي اعمل الكتف التاني ب13 غرزة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر وبتجي اعمل الركنة الاخيرة هسيب غرزة والتانية وفي التالتة هعمل صدفة والصدفة عبارة عن اتنين عمود كده واحد اتنين وبعدين اتنين سلسلة وفي نفس الغرزة اتنين عمود تاني واحد اتنين وكده هشيل المركر ده وهشيل المركر التاني وبعدين اسيب اتنين غرزة وفي الغرزة اللي بعدها اعمل عمود كده هيتفضل ستة عمود واحد اتنين تلاتة اربا خمسة ستة وابقى كده خلصت السطر الاول بالتقسيمة بتاعته هيبقى شكل التقسيمة كده ده الجزء اللي هو نص الخلف وبعدين ده الكتف الاولاني وبعدين ده الامام وبعدين ده الكتف التاني وبعدين نص الخلف بالطريقة ده طريقة دي هيبقى الشكل بالطريقة دي معي ده الامام وقدامه الخلف بس عبارة عن جزئين ودي الكتفين قدام بعض شفتوا سهلة ازاي كل حاجة بالحساب بطريقة صح وقادي الاربع زوايا قادي زاوية وقادي زاوية والزاوية دي والزاوية دي طيب هشتغل السطر هنبتدي السطر التاني وناخد بالنا ان السطر التاني هو اللي هكرر به الشغل بعد كده فهعمل تلاتة سلسلة والف الشغل والتلاتة سلسلة يمثلوا العمود الاولاني او عمود فوق العمود وبعدين العمود التاني رقم اتنين فاكرين احنا كنا عاملين ستة عمود كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا عملت كده الستة عمود اللي هما كنت عاملاهم الصف اللي فات الصف اللي فات وبعدين كده قبلتني خلاص الصدفة طب انا لو دخلت عالصدفة على طول يبقى سطر عملت فيه ستة عمود والسطر التاني برضو ستة عمود امال هتوسع ازاي طب السفرة دي او السدر ده بتاع الفستين هيوسع ازاي مش هينفع فانا اخر عمود اشتغلت قبل الصدفة الصدفة اهي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود اخر عمود اشتغلت قبل الصدفة خليه عمودين يبقى الستة عمود بقوم كام بقوم سبعة يبقى بدل ما عملت ستة عملت سبعة وبعدين العمودين الاولانين بتوع الصدفة انا مش هشتغل فيهم انا هدخل في الفراغ بتاع الصدفة وبدل ما كنت عاملة الصف اللي فات عملت عمودين وسلسلتين وعمودين هعمل تلاتة عمود واحد اتنين اتنين تلاتة وبعدين اتنين سلسلة وبعدين تلاتة عمود في نفس الفراغ يبقى عملت الصدفة بطريقة تانية او بطريقة جديدة بدل ما كانه عمودين وسلسلتين وعمودين عملت تلاتة عمود واثنين سلسلة وتلاتة عمود غرزتين الصدفة بتوع الصف اللي فات انا مش هشتغل فيهم زي ما عملت هنا ما اشتغلتش بس العمود اللي بعد الصدفة على طول هشتغل فيه اتنين عمود فاهميني الفكرة ما انا كده بزود بعمل تزايد يبقى انا هنا بدل ستة عمود في الدور اللي فات عملت سبعة فوق اللي اتنين صدفة فوق اللي اتنين عمود في الصدفة انا مش تغلتش دخلت عالصدفة على طول من جوة وبدل ما اعمل اتنين عمود واتنين سلسلة واتنين عمود عملت تلاتة عمود واتنين سلسلة وتلاتة عمود الغرزتين العمود بتوع الصدفة ما اشتغلتش فيهم بس اول عمود بعد الصدفة عملت فيه اتنين عمود الزيادة دايما هتم كده وبعدين هشتغل عاجي فوق الاعمدة بتاعة الكتف الاولاني عاجي خالص لغاية ما اوصل للركنة التانية او للزاوية التانية هشتغل عاجي لغاية ما اوصل للزاوية وصلت كده لاخر عمود قبل الصدفة التانية بنفس الطريقة اخر عمود قبل الصدفة هشتغل فيه اتنين عمود مش عمود واحد وبعدين اللي اتنين عمود بتوع الصدفة انا مش اشتغل فيه هدخل في فراغ الصدفة واشتغل تلات عمود وبعدين اتنين سلسلة وبعدين تلات عمود كده اتنين عمود كده اتنين عمود هسيب العمودين بتوع نفس الزاوية واروح للعمود اللي بعدها مباشرة ادي العمود اللي بعد عمودين الزاوية ادخل فيه ادخل فيه واعمل اتنين عمود مش عمود واحد عشان التزايد انا انا بزود السدر بتاع الفستان وكل الاعمود اللي هتقابلني بعد كده مش هشتغل فيها زيادة كل عمود فوقيه بس عمود وصلت كده للزاوية رقم 3 وفيه عمود قبل الزاوية بنفس الطريقة هشتغل فيه اتنين عمود للتزايد وبعدين ادي الصدفة اهي هسيب العمودين دول مش هشتغلهم وبعدين ادخل في الفراغ بتاع الصدفة واعمل 3 عمود وبعدين اتنين سلسلة 3 عمود وبعدين اسيب اللي اتنين عمود بتوع الصدفة واول عمود بعد الصدفة هشتغل فيه اتنين عمود وكل الاعمدة بتاعة الكتفة اللي بعده هشتغل فوق كل عمود عمود غاية ما اروح برضو للزاوية فاهميني بفكرة سهلة قوي والصدر المربع اعمل منه حاجات كتير بلوزات وفساتين ليا والبنتي هعمل حاجات كتير السطر التاني ده هو اللي هقرره في بقية السدر المربع كله كل بنفس الطريقة وصلت كده لاخر غرزة قبل اللي صدفة ادي الغرزة اهيه قبل الصدفة هدخل فيها فاكرين بنعمل ايه بنعمل اتنين عمود مش عمود واحد وبعدين اسيب العمودين بتوع الصدفة واروح لفراغ الصدفة نفسها واشتغل تلات عمود اتنين سلسلة تلات عمود وصلت كده للجزء الاخير بتاع الخلف هسيب الاتنين عمود بتوع الصدفة واروح لأول عمود بعد الصدفة اشتغل فيه اتنين عمود وبعدين اكمل بقية الاعمدة بتاعة الخلف نص الخلف زي ما ابتديت في الاول برضو نص الخلف العمود الاولاني كنا عمدينه سلاسل تلاتة فبدخل في السلسلة رقم تلاتة وبعمل عمود في كل مرة ببتدي بتلات سلاسل واكمل الشغل هيبقى بالطريقة دي شوفوا واسع معايا شوية عن الجزء الاولاني عن السطر الاولاني اهو هيمشي معايا الركنة هتبقى بالطريقة دي بعد ما خلصنا السطر التاني هنرتفع بنفس الطريقة تلاتة سلسلة ونلف الشغل والتلاتة سلسلة يمثلوا العمود الاولاني وبعدين نعمل العمود رقم اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة احنا هنا كنا بديين ستة وبعدين هنا عملنا سبعة وفوق السبعة عملت سبعة بس في اخر غرزة هعمل واحد تاني فبقم تمانية عرفتوا زيادة ازاي ماشية ستة سبعة تمانية وهكذا عشان كده الحتة دي المسافة دي اصغر من دي اصغر من دي طيب فيه تلاتة عمود بتوع الصدفة هروح على طول للفراغ مش اشتغل فوقيهم واعمل تلاتة عمود بردو واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعدين اتنين سلسلة وفي نفس الفراغ هعمل تلاتة عمود عمود جنة اصغر وبعدين اصغر اصغر تلاتة غرز بتوع الصدفة واول عمود بعد الصدفة اشتغل فيه اتنين عمود مش عمود واحد عشان بردو اعمل تزايد ويبقى شكل الكورنر او شكل الزاوية هيبقى بالطريقة دي في كل الاربع زوايا بتدي شكل حلو مايبقاش كل السدر عبارة عن اعمدة وبس هكمل بقى للطول اللي انا عايزاه وهقول لكم اوصل للطول ده ايه هو الطول فعلا اللي انا عايزاه وبكده حبايبي خلصنا الجزء الاول من الفستان اللي هو السدر وقلنا عليه السدر المربع ودي التقسيمات اللي احنا عملناها مع بعض عملت كم سطر للفستان للسدر عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر حداشر سطر عملتهم للسدر طب انا بعمل العدد ده على اي اساس على اي اساس هعمل السدر هعمله على اساس الطول اللي انا عايزاه لسدر الفستان انا عايزة الطول ده قد ايه طيب هل احط في الاعتبار طول السدر الاول ولا اتساع الكم لان الحتة دي هتبقى اتساع الكم لا انا من مدرسة ان انا ابتدي ادور الاول على طول سدر الفستان عشان السدر ده لو طول زيادة من اللزوم وبعدين ابتدي اعمل جسم الفستان مش هيبقى سدر هيبقى وسط يبقى انا بعمل الفستان بوسط ومرات تانية بيبقى مش محصل هو وسط ولا هو سدر مرتفع ولا هو سدر منخفض ولا ايه فانا باخد الجزء ده الاول حسب ما انا عايزة وتفكيري ايه في الفستان طب نفترض ان انا وصلت للجزء ده لكن اتساع الكم من هنا ديق ماينفعش مثلا ادخل فيه ايدي او ايدي البنت اللي انا عمل لها الفستان في الحالة ديق ما بجيش على الجزء بتاع الكم واقفله من الزاويتين دول ماهو ده الكتفهو ماقفلش من الزاويتين ساعتها هيبقى ديق ومش هينفع تلبسو في الحالة دي ببتدي اشتغل سلاسل توصل ما بين الزاوية دي والزاوية دي ويبقى الاتساع في الحالة دي زي ما انا عايزة وده هنشرحه في الجزء التاني بالتفصيل في الفيديو اللي هو الفيديو اللي جاي عشان مايتولش عليكم الفيديو لكن انا في ادية قوي اوسع اتساع الكم مش ان انا اسبت الاتنين دول كده مع بعض على طول ويبقى ديق لا انا بشتغل صف من او عدد من السلاسل بحيث اطول به تحت الباط والجزء بتاع دوران الكم واشتغل وعادي مع الفستان بعد كده مع جسم الفستان لكن ده بالنسبة لانه نموذج صغير انا مش هحتاج اعمل السلاسل دي انا بس بوضح لحضرتك ان احنا يهمنا في المقام الاول يهمنا الجزء بتاع من بداية فتحة الرقبة لغاية الجزء بتاع السدر انا عايزا قد ايه؟ عايزا يوصل للسدر على طول ولا عايزا تحت السدر شوية ولا عايزا ينزل للوسط ولا عايزا ايه؟ فبحدد الطول ده الاول على الشخص اللي انا عملاله او البنت اللي انا عملالها الفستان لكن التحكم في اتساع الكم ده في ايه دي خالص اما لو طلع انا عايزا بنفس الاتساع ده هسبت الاتنين دول الزاويتين دول مع بعض مباشرة هدخل بالابرة في الاتنين وده هنشوفه مع بعض المرة الجاي لا طلع دايق وعايزا واسع فبتصل ما بين الزاويتين ما بخليهمش يقفلوا مع بعض لكن بخليهم يتصلوا مع بعض مع مجموعة من السلاسل على قد الاتساع اللي انا عايزا الجزء ده سهل جدا اتمنى تعملوه وتجهزوه ولو في نموذج صغير تتعلموا الطريقة لغاية من يجي نكمل بقية الفستان اللي حضراتكم شفتوا النموذج بتاعه وشفتوا صورته في بداية الفيديو اتمنى يكون يا رب الفيديو عجبكم اتمنى يكون الشرح استفدتوا منه اتمنى لكو يا رب تعملوا كل حاجة باديكو حلوة وتنبسطوا من عمايل ايديكو وتتشجعوا ومفيش احلى من الست اللي بتعمل كل حاجتها باديها مرسي خالص لحضراتكم مرسي الحسن مشاهدتكم مرسي الاشتراكاتكم مرسي لدعمكم في قناتي مرسي الكومنتات الحلوة اللي بتجيني اشكركم حبيبي بحبكم كلكم رسي خالص thank you باي باي شكرا